بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم بنتأسف طبعا على الفترة الطويلة دي من الغياب بنشغلنا في حصاد البطاطس والطماطم وقد يصاب الانسان ببعض الاحباطات لعدم المشاهدات تمام او عدم دعم او كده يعني المهم صلى عن النبي يعني كده واسمع مني الكلمتون دول واللي صلى عن النبي يعمل دعم كده القناة دهية القناة المسكينة دهية اللي هتروح مننا فعملولها دعم الله يتصلح حالكم عشان الدنيا تمشي يعني المهم اه في بعض الاخطاء بنعملها في مكافحة او بنقع فيها اثناء مكافحة التوتا ابسليوتا الاخطاء دهية يا جماعة اه يعني بتكون كارثية بصراحة ربنا يعني تمام وابنتسأل فيها كل يوم يعني تمام وبالنسبة الاسئلة بس يعني ما هو مش مش من السهل يا جماعة على الانسان انه يفتح الواطس اب اللي قاله خمسمة ستمتر رسالة كل يوم على الواطسين ويتفتح القناة ما يليش مشاهدة يعني انت هيدا بتحب نفسك بس مش عايز حتى تكلف نفسك وتشوف يعني الاسئلة اللي احنا اللي نجاوب عليها اكتر من المرة دي والله العظيم بلاقيها تبقي الاصل موجود على الواطس عب تمام فما ينفعش يعني يحاول تعمل بحس كده وتسمع للفيديو للاخر يعني ما تاخدش الكلام من شواشيز المصرين ما بيقولوا يعني تمام المهم منتكلم على الاسباب اللي انت بتقع فيها تمام اولا لحد قبل 2005 و2006 ما كانش في حاجة اسمها توتا ابسلوتا وانا من ضمن الناس اللي بتقول ان توتا ابسلوتا دي اساس المؤمر علينا احنا في الوطن العربي هنا ليه لان اساسا جيه رصد قبلها وبعد كده مجرد مجاد جابوا لها خمسموت مبيد والمبيدات اساس ما بتجيبشه طبعا رش المبيدات كتير انت وانا والجن الازرق هيرش مبيدات ومش هيلتزم كمان لان اساسا بيبقى المحصول موجود على الشجرة وغصب عنك هترش رصب عنك هترش محدش بدور من الاخر خلص عشان اكون صريح معاك انا والله يعني باستخدم الافانتو والسيفانتو والموفينتو في اوقات الرش قدر استطاعتي تمام لان المبيدات دي غالية جدا تمام فبنستخدمها وقت الجمع علشان يعني ربنا بس يعني يتولانا برحمته يعني تمام رغم ان هي غالية فعشان كده بنقول من الاول خالص يريد تاخد بالك من الكلمة اللي هنقولهم دهوت عشان ما تسألنيش فيهم تاني في اخطاء بترتكب اثناء مكافحة التوت ابسلوت اول حاجة ان انت عندك مفيش حاجة اسمها دورة زراعية في البيوت المحمية والله يا جماعة الكلام اللي انا بقوله دهوت خلاصة 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 التجارب يعني تمام هتقول الدورة الزراعية في البيوت المحمية اه احنا بنعمل دورة زراعية في البيوت المحمية طيب دورة زراعية هتكون بين ايه و ايه بين الخيار وبين الطماطم الطماطم ما لهاش علاقة او بين الطماطم وبين الفلفل بس ما تقولش بين الطماطم وبين تنجان مش هتنفع تمام ازرع فلفل وازرع طماطم التوت ابسلوتا مش هتجي للفلفل تمام التوت ابسلوتا مش هتجي للخيار تمام اذا فانت كده يعني اطاعت الايه اطاعت الدورات النمو دورة الحياة بتاعة التوت ابسلوتا قدر المستطع انا في السعودية تعرضنا للقصة ديت لان كان عندنا بيوت كتيرة فبنزرع مهم بنزرع البيت ده فعلى ما بنخلص من هنا يعني ده يخلص جمعهم يكونوا زرعين جديد فطبعا لازم تتنقل فدخلنا بعروة خيار كاملة لكل البيوت تمام مع عروة فلفل عشان نحدي منها لمدة ست شهور اه كانت النتيجة ايجابية بصراحة ربنا دي اول حاجة عندما تزرعت الطماطم ما تزرعش لايه الخيار المراتي تمام ما تزرعش الطماطم المرة الجاي تمام اه لان جميع اطوارها يا جماعة بتكون موجودة في الطربة موجودة في البيوت موجودة على الخطان بتاعت المهمة موجودة وخلاص يعني لان الحشرة جاءت لتبقى زي ما بيقوله تمام دي اول حاجة اه طبعا هي مكافحتها في الاراضي المفتوحة اسهل بكتير من البيوت المحمية اه اسهل بكتير في البيوت المحمية البيوت المحمية طبعا الموجودة الخضر فيها كسيف والكسافة النباتية عالية داخل البيوت المحمية والمبيوت نفسه ما بيبصلش لي الجميع اطوار الحشرة ان كان فرشة ولا يرقة ولا 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 فالدنيا بتبقى صعبة شوية في البيوت المحمية اما في الخارجي لا الامور بتبقى سهلة جدا اه لان ممكن توسع بين الخط والتاني وبتقدر تغسل النبات كويس لان الرشة عندك بيكون رأسي الرشة عندك بيكون رأسي نازل في قلب النبات فبيجيب نتيجة لحد ما كويسة تمام اه رقم اتنين ان احنا بنسيب الحشرة لحد ما بتستوطن ان انا بسيب الحشرة لحد ما بتستوطن ده مشكلة التانية من مشاكل مكافحة التوتا ابسلوتا انك انا عن نفسي لما بحب اكافح التوتا ابسلوتا تمام فبقدر من اول حاجة الشتلة لازم تبقى جاية من مشتل ايوان ما فيهاش اي حاجة من اي طول من اطور التوتا ابسلوتا لا فرشة ولا اي حاجة خالص والافضل ان تغطصها في اي مبيل تمام يعني ممكن تعمل محلول بالفرتمك تمام معه اه حاجة زي الافانت تمام اه الافانت بمعدل تلت اه ملي للليتر تقريبا مع نص ملي ليه اه الفرتمك اللي كل ليتر مية وتحاول ياترش رش كويس بالاتنين اما تغطس الصينية ما عندكش اي مشكلة خالص في المحلول ده مش هتتحرق ولا حاجة تمام وتدخل الارض عندك والشتلة تدخلها البيوت المحمية محترمة جدا ما فيهاش اي حاجة خالص تمام دي المكافحة من البداية تاني حاجة انا بقعد الشهر الاولان يا جماعة بروش على الفضو على المليان هتقول لي ليه اقولك النبات اصلا ما فيهاش اي حاجة خالص يعني النبات صغيرة ما فيوش اي حاجة تمام فالللل بدخل في وسط بدخل العامل آآ بوسط القوس بتاع آآ آآ في وسط قوس ال البيت المحمي وفي اللحظات بيجري جري كده يعني على النبات من فوق كده بيغسل البيت غسيل بمثل الترمية البيت ده فيه عشر صوب تمام المجمع فيه عشر صوب تمام آآ تمانية ونص فيه اربعين او فيه ستة وثلاثين تمام فيه لحظات بيخلصهم خمسة وسبعين لتر ولا ممكن خمسين لتر كمان تمام او لو مطور السفريلا بخمسة وعشرين لتر هيخلص البيت كله تمام كل يوم اديها تمام آآ تديها موبيدات ايه اللي بتديها في الوقت ده الموبيدات يا جماعة آآ هقولك انا في النقطة اللي بعدها او اتكلم برضو الموبيدات اللي هتكون موجودة او اللي انت هتديها في البدايات ده هي تكون موبيدات متخصصة للفراشة تكون ايه متخصصة للفراشة جماعة لان انا لو منعت الفراشة او موضت الفراشات تمام باي موبيد من الموبيدات اللي موجودة اللي هي الصيبامسترين واللمبادة والصيبامسترين والموبيدات البيروسترودية ده هي هتلاقي امورك كويسة جدا تمام لو عندك زيت نيم رغم انه هو يعني ضعيف جدا ولكن هو بعمل تنفير للحشرة ان هي بس مات ايه يا ان هي متضعش البيت بتاعها يعني على الاوراق تمام ولكن كل ديت حاجات يعني في البداية خالص ما تدخلش بموبيدات شديدة لا ادخل بموبيدات آآ عادية جدا دي رقم واحد رقم اتنين الموبيدات تكون متخصصة للفراشة وليست لليرقة الفراشة اللي انت بتشوفها دي يتمنكد علينا عيشتنا تمام اي اضاءة تمام بتلاقيها تمام اما اليرقة اللي بتلاقيها في الطمطمية نفسها او في الورقة بتلاقي النفق اللي هي عملها ده هو النفق العريض طبعا مميز عن دودة الانفاء بتلاقي النفق العريض دهوت فيه الحشرة الكاملة لو فتحتها بتلاقي اليرقة فيها تمام وده الحاجة اللي مجننانة واللي الطمطم بتكون زي الورد وتروح للسوق للأسف الشديد ما بتتقابلش النتيجة الايه نتيجة الاصابة اللي هي موجودة ده هي تمام تعال على لو عندك البيت في تبريد او حتى البيت العادي وحط الشاشة الابيض الشاشة الابيض القوية يا جماعة اللي هو اه مش اللي هو الواسع لا اتضيق جدا دهوت عشان لا يسمح ما دخول الفراشة جوا حاول تقفل القصة دي كويس تمام واخد بال حضرتك انت لما بتكافح التوتا ابسليوتا فبتاخد كل السقيبة المصة معك انت مش محتاج تكافح التزبابة البيضة لوحدها ولا المن الواحده ولا التريبس الواحده المبادة دي بتجيب في كله يعني اللي بيجيب في التوتا ابسليوتا انا اضمن لك ان هو هيجوب في كله تمام طيب اه لازم اه حضرتك اه مجرد ما النبات هيكبر معك هتلاقي ابتدت الهرقات تيجي للأوراق وتاكل في الاوراق اول حاجة في تسلوك التوتا ابسليوتا بتاكل تحت بعد كده لما انت بتشل الاوراق اللي تحت بتهج على فوق تاكل في الاوراق اللي فوق اول حاجة هي متجيش ناحية السمرة اللي زي خلصت الوراق يعني او عملت اصابة شديدة في الوراق بتبص تلاقيها ابتدت تتجه على الثمار تمام في الوقت ده هو تلازم تكافح الفراشة على قد ما تقدر الفراشة بقى ابتدت تعمل بيض وتعمل لنا يرقات وكده طيب اليرقات دي تصبحت عبء على النبات وعبء علي انا فالمفروض بنتوجه بمبيدات اللي بتوقف اليرقات عند حدها وقلنا على رأسها طبعا حاجة زي الكوراجين ممكن الافان تشغل كويس جدا معها تجيب حاجة مانع سلاخ برضو تدخلها مع المبيدات ده هوما وفيه طبعا مبيدات كتير المهمة يعني انك تشتغل على اليرقة تمام لما بتشتغل على اليرقة حاول برضو تشتغل على اليرقة اللي في الورقة نفسها تمام ما تشتغلش على يعني ما تخليهاش توصل للثمرة حتى لو مهما حصل ما تخليهاش توصل للثمرة تمام اه لازم حضرتك تفرق بين المبيدات المتخصصة لليرقة وبين المبيدات المتخصصة للثمرة تمام لليرقة وبين المتخصصة للفراشة تمام طيب احنا عندنا الفراشة زي ما قلنا في مبيدات كتير للبيروس ريودية المبيدات البيروس ريودية اللي بنستخدمها للفراشة في حاجة زي اه اقول معي الافيتال اه الافيتال اه شغل برضو مع مع الفراشات كويس جدا واليرقات لها طبعا الافانت والكوروجين ورفعه تمام انا بحب ادخل بصراحة ربنا الفرتمك في النص ليه الفرتمك في النص الفرتمك معروف انه هو بيكفح لنا اه بجانب العناكب بيكفح لنا اه 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 بما انه بيكفح حدودة الانفاء فممكن نخلط اه حاجة زي الماتش مثلا مع اه اه الفرتمك او الكوروجين مع الفرتمك بما فيش اي مشكلة خالص اه هيدخل لي اليرقة اللي هي موجودة في الورقة ده هيد وهي موتة طيب انا مش محتاج اموت اليرقة اللي فيه الثمرة ليه لان هي تنمى اليرقة وسطة الثمرة اساسا خلاص كده كده ايه السمرة اصبحت عدمت الفائدة وما فيش منها فايدة خلاص وبنسيبها تمام اه طبعا الجماعة بتوع البيوت المحمية اللي عندهم مبردات انا وانا قاعد السنة اللي فاتت كده بنقلع في الطماطم في الاخر وكانت فيه مجموعة كبيرة من التوتا ابسليوتا وكان الكلام ده في شهر 12 تمام فلاحظت ان الولاد الشغيرين ببص عليهم بالليل لقيتهم حطين النور جنب المروحة تمام وقفين المروح لان الجو برد تمام فالمهم النور النور اه موجود لمبات نور عند المروحة كده تمام فطبعا فيه كمات كبيرة من الفراشات موجودة تمام مجرد ما بشوف الاضاء بتطلع علينا عارفين ان حركة 80 او 90% من حركة الحشرة بتبقى ليلا مش نهارة تمام تشتغل بالليل فالمهم اه ابو السلاقي كده الولاد حطين الليتات او اللمبات حطينها على المروح كده كميات مهولة من التوتا ابسليوتا من الفراشة تمام فالمهم انا كنت بجمعهم كده خليهم اتجمع وامو شغل المروحة تقوم المروحة شفتاهم بطلعهم ايه بطلعهم برا وهكذا يعني قعدت على القصة دي هي جات صدفة يعني بس والله حركة كويسة جدا يعني لما تلميلك 200 او 300 فراشة مثلا على كل مروحة اولا عنده كل لمبة وتشغل بطلعهم برا تمام هي بتقل تقل تشغل المروحة بالمروحة بتشفتهم وترميهم برا انتوا عارفين المروح بتاعت التبريد دي بتكون اه قوية تمام ده اللي كنت عايز بس اقوله في الاتوتا ابسليوتا اللي هي اه مغلبة قلوب العشاق الطماطم شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته